ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنسط الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتد الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عين ترجمة نانسي قنقر